اشتركوا في القناة أينما كنتم حياكم الله في هذه الحلقة ومرحبا بكم في برنامج من التاريخ والذي نستعرض عبره جوانب وأبعاد وأحداث تاريخية تختص بالشارقة والمنطقة على وجه العموم وفي هذه الحلقة نتباحث حول تاريخ المكتبات في الإمارات بشكل عام والشارقة على وجه الخصوص وإلى أي مدى ساهمت هذه المكتبات في تعزيز الوعي الوطني وإثراء الفكر المجتمعي وتشكيل الرأي العام خاصة أن بعض هذه المكتبات كانت تشكل ما هو أشبه بالمنتديات الأدبية الحديث حول هذا الموضوع يسرنا استضافة الباحث الأستاذ ثروة العليمي وهو مفهرس ومصنف بمكتبة جامعة الشارقة وحائز مرتين على جائزة الأدب المكتبي وهي واحدة من أبرز الجوائز المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والمعلومات على مستوى الوطن العربي وأيضا هو عضو بلجنة المعايير في مؤسسة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الإفلا مرحبا بك أستاذ ثروة حياك الله معنا في برنامج من التاريخ إذن نتحدث بشكل خاص طبعا عن تاريخ المكتبات هنا في دولة الإمارات وبالتحديد بشكل خاص في الشارقة لكن قبل ذلك نود أن نتطرق إلى جانب مرتبط بتاريخ المكتبات كيف بدأ نشوء هذه المكتبات؟ في البداية شكرا جزيلا لتلفزيون الشارقة لهذه الاستضافة الكريمة في برنامجكم المتميز من التاريخ من التاريخ أنا أعتقد أنه التاريخ لابد أن نعيه جيدا لأنه يقال أن من وعد تاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى أعماره وبالعكس من لم يعي التاريخ في صدره فقد فقد أو لم يدري حلو العيش من مره كما يقال وبالتالي فإننا لابد أن ندرس التاريخ وعندما نقول التاريخ أو من التاريخ لابد أن نعرف أولا الكتابة لأنها هي المرحلة الفيصلية لكتابة التاريخ وهي النقطة الأساسية في التاريخ في عملية التاريخ نفسها لأن ما قبلها يعرف ما قبل التاريخ في العصور ما قبل التاريخ أو الـ ثم العصور الأخرى التاريخية التي نعرفها بدأت أو أصبحت مميزة بمسميات معينة بناء على الكتابة في الأول يعني لم نعرف أي مكان تاريخ أي مكان إلا بتتبع الأدوات والكتاب والكتابة والتاريخ في هذا المكان لأنه هو الذي يحصر ويسجل الفكر الإنساني أو الكتابة بالتحديد هي التي تعتبر الزاكرة الخارجية للإنسان وهي نظرية معروفة اسمها نظرية الزاكرة الخارجية للإنسان وهذه النظرية لها أصول أو لها علماء كتبوا فيها ومن أبرزهم في العالم العربي دكتور اسمه دكتور سعد الهجرسي وهذا الدكتور في مصر كتب عن هذه الفكرة أو عن هذه النظرية الزاكرة الخارجية للإنسان متى بدأ الإنسان يكتب ما في ذهنه أو ما أو في حياته أو ما منتجه الثقافي لكن إذا عدنا إلى القرآن الكريم مثلا يقول الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها فتعليم الإنسان واستخدام عقله هو الذي أنتج لنا المادة العلمية الفكرية الحضارية التي نعيش فيها الآن كلغة يعني كلغة وكتابة لأن اللغة سبقت والعلماء بحثوا كثيرا في نشأة الكتابة لكن توقفوا عندها لأنهم لم يصلوا إلى تعريف أو تحديد معين لنشأة الكتابة هل هي توقيف من الله عز وجل؟ هل هي تواضع واصطلاح بين البشر؟ أصوات تناقلها الإنسان ثم بدأ يعبر عنها برموز وهنا بدأنا بالرموز الرمز هنا مشكلة شوي الرمز في علوم اللغة أو في علم التحديد اللغة يسمى السيميولوجي أو السيم السيم هو الرمز وهو البداية الأولى أحيانا يقال في البدء كانت الكتابة لكن في البدء يقال أنها كانت الفكرة وليست الكتابة ثم الفكرة بدأت تعبير عنها بلغة ثم اللغة بدأوا يستخدمون لها أدوات أو سليب معينة في ترميزها أو في خروجها من العقل البشري إلى الواقع إلى الوسيط معين يعني مثلا سيد تروة هل بالإمكان أن نطلق على الأشكال والصور هذه نوع من الكتابة في ذلك الوقت؟ نعم نتعتبر هذا من تعتبر في النوع لأنها بدأت في الأول بهذا الشكل بدأت رموز لذلك قسموا الكتابة إلى ثلاثة أنواع رئيسية الكتابة التصويرية ثم الكتابة الرمزية والكتابة الصوتية ويقال أن الفنقيين هم الذين اشتغلوا على الكتابة الصوتية وهم الذين أوجدوا الأبجدية الأولى في البدايات الأولى الكتابة الصوتية المقصود بها الكتابة حتى الموجودة عندنا الحالية؟ تعبير عن الأمور بأصوات يعني إذا في صوت معين لطائر في صوت لكائن معين فهذا الصوت يرسموه أو يكتبوه هذا الصوت يكتب يعبر عن الصوت بشكل معين وليس مجرد صوت يعني أنه مثلا كتبوا أسد مثلا بس طبعا ليست بالحروف الرموزة العربية هي ألف والسين والدال هي رموز لكن كان لها مقابل طبعا لم تجد الحروف العربية من قبل كان رموز أخرى لكن كانت تعبر عن الشكل أو التصور أو يرسمون الأسد أو يرسمون طائر معين فكان هذا نوع من أنواع التمثيل للمعرفة أو للتصور الزهني عن الأفكار عند البشر في البدايات الأولى طبعا وهذا نكتشفه طبعا في الكهوف وفي المعابد وفي الحضارة الفرعونية نجد كلها طبعا أبارة عن رموز وتصاوير ثم عرفنا بعد ذلك اللغة الهيروغليفية وإشام بليون فك رموزها وكانت أبارة عن رموز طبعا وكان مع ذلك أنه كان فيه كتابة كان فيه تصور لهذه الكتابة بالتالي عندما نقول الحضارة المصرية نقول الدولة القديمة الدولة الحديثة فهم بناء على ما هو مكتوب ما هو ما تم تفكيكه من شفرة قام بها شام بليون عرفنا مع عصور الحضارة المصرية وبالتالي عرفنا العصور معنا ذلك عرفنا التاريخ إذن عرفنا التاريخ من الكتابة طالما وجدت الكتابة عرفنا التاريخ والكتابة تنتج شيئا يطلق عليه مكتوب أو كتاب طبعا في المفهوم الحديث نقرأ عليه كتاب وبدون الكتابة لا يوجد الكتاب وبدون الكتاب لا توجد المكتبات وهنا نصل إلى تاريخ المكتبات إذن فإذا أردنا أن نصل إلى تاريخ المكتبات لابد أن نعود إلى تاريخ الكتابة من الأول ونعرف كيف صارت الكتابة وكيف استخدموا ما هي الأدوات التي كتبوا بها جميل جدا فكتبوا مثلا بالأزميل بالمسامير بالأدوات الحادة بالبوص على الورق البردي وهذا هو الوسيط إذن فعندنا أدوات كتابة وعندنا وسيط وهو ورق البردي في الحضارة المصرية اعتقد لا يمكن إنشاء مثلا المكتبات إلا إلى فترة وصول تطور الكتابة إلى أن وصلت إلى الورقة نعم طبعا الكتابة طالما وجد شيء مكتوب فنحن أمام الآن مكتبة بمفهوم مكتبة طبعا تطور المفهوم على مر العصور يعني نقول مكتبة الآن عندنا تصور ذهني للبشر الذين يعيشون الآن عندهم تصور ذهني الآن عن المكتبة وقديما كان هناك تصور ذهني آخر عن المكتبة لكن الصورة الذهنية للمكتبة تختلفت مع اختلاف الحضارات والأصور شميل لو رجعنا إلى تأصيل كلمة المكتبة مكتبة أصلا لم تظهر ككلمة مكتبة باللغة العربية أو في الحضارة العربية لم تكن تعرف بمكتبة كانت خزانة أو دار ويقول خزانة الكتب دار الكتب دار الحكمة دار العلم لكن كلمة مكتبة لم تجد لها اسما واضحا كلمة مكتبة يعني هي كلمة معاصرة دعنا نقول نعم بدأنا نعاصرها يعني نقول كتاب بدأنا نشتق الكتاب والكتاب بالرغم من أن كلمة كتاب في القرآن الكريم هي معروفة معروفة تصورا الكتاب هو الكتاب المقدس الكتاب الكريم هو الكتاب القرآن الكريم وذلك الكتاب ذلك الكتاب فمعروفة عند العرب ما هو الكتاب تصور واضح تصور واحد الكتاب المقدس لذلك في اللغة اللاتينية يقول بايبل بايبل هو الكتاب المقدس بايبل طلعت منه كلمات أخرى اشتقاقية منها بيبليوغرافيا وهو علم الكتاب وأيضا بيبليوتيكا وهي المكتبة في الحضارات اللاتينية واليونان والرومان قالوا بيبليوتيكا لكن لما انتقلنا إلى إنجلترا وفلاصور الحديثة وأمريكا طبعا لم يستخدموا كلمة بيبليوتيكا لن تجد كلمة بيبليوتيكا منتشرة للدلالة على مكتبة بينما مكتبة الأسكندرية إلى الآن تحتفظ باسمها مسمها بيبليوتيكا لأنها طبعا من بطلي مصر الأول عندما أنشأها وهي تعتبر أقدم مكتبة كتصور المكتبة بمعناها المعروف أنها رفوف وقراطيس وكتب وأقلام وأمين مكتبة كانت تعتبر مكتبة الأسكندرية هي أقدم مكتبة في هذا العصر بهذا التصور جميل وبالتالي ظل اسمها بيبليوتيكا بمن أوجدها بحضارتها بيبليوتيكا أما في إنجلترا والمتحدة الميقول بيبليوتيكا قالوا لايبري لايبري من أين أتت كلمة لايبري أتت الكلمة من لايبر الـ I-P-E-R لايبر وهو عند الرومان أو في الميثولوجي الرومانية لايبر وهو إله العصر العنب كانوا يعصرون العنب ولايبر بدأت تشتق منها كلمة لايبري وأخذت معنى آخر أو لايبر أخذ معنى آخر وهو الفريمان أو الرجل الحر وبالتالي الرجل الحر هو الرجل المفكر هو الرجل صاحب القرار صاحب الرأي ولذلك ارتبطت الكلمة في اشتقاقاتها بلايبري إذن لايبري هي الأساس أو الأداة الأساسية التي تعطي للإنسان حرية وحرية القرار والقرار لا يأتي بحرية إلا إذا كان مبني على ثقافة وعلى علم وعلى يقين وعلى حضارة هنا تستطيع أن تأخذ القرار إذا كنت صاحب علم في الثقافة عموما كلمة الثقافة أيضا عندما نعود لها لأننا مررنا على كلمة الثقافة هل هي الثقافة هل في اللغة العربية نقول الثقافة وبينما في اللغة الإنجليزية نقول صاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله وضح هذه الفكرة بشكل جميل جدا قال الثقافة هي أقرب في اللغة العربية هي أقرب لمعناها يعني أقرب إلى معناها ومدلولها الأصلي لأن في اللغة العربية نعود إلى ثقافة الفعل ثقافة والعرب استخدموا ثقافة للرمح وتصقيف الرمح وهو تهزيبه وتجذيبه وجعله نافعا وفعالا وإيجابيا يعني أن ينفذ مهمته بكفاءة إذن التشذيب والتهزيب وعملية التهزيب هذه للإنسان التي ترفع منه وترتقي به وتقومه وتجعله إنسانا صالحا إيجابيا فالمعنى قريب جدا من كلمة الثقافة ومدلولها أو ما تريد منه أو ما يريد منه المعنى جميل بينما في الكاليتشار في اللغة الإنجليزية جاءت من كالتيفيشن الكلمة أصلا من أصلها من كالتيفيشن وكالتيفيشن ارتبط بالزراعة أجل الكاليتشار فالمعنى بعيد عن الإنسان في أننا زربطناها بالإنسان فأنت صحيح أنك تزرع معلومات في الإنسان لكن لا تدري ماذا سوف يفعل بها بعد ذلك هو قد يكون عالم لكنه يفعل أشياء أخرى سيئة وبالتالي أنت زرعت فقط لكن في الثقافة أنت تهزب وتشزب فالعملية فيها استمرارية وفيها تطوير وتهزيب وارتقاء بالإنسان لذلك هي أقرب في معناها من المصطلح اللغوي العربي أقرب لمعناها أو مدلولها المقصود جميل جميل أستاذ ثروة الآن هل نستطيع أن نقول أن ما ذكرته حول الكتابة وبداية الكتابة وتنوع الكتابة إلى أن وصلنا إلى أول مكتبة هي مكتبة الإسكندرية نعتبر ذلك مدخل لفهم المكتبات طبعا لا بد لأي دارس للعلم المكتبات أو الدارسين تحديداً لعلم المكتبات ولذلك يسمونه المكتبيون الببليغرافيون الذين يدرسونه تاريخ الكتاب وفي كتاب مهم طلع في جزئين من عالم المعرفة الكويتية سلسلة مشهورة عالم المعرفة الكويتية اسمه تاريخ الكتاب وكتاب مهم جداً لإكساندر استبيتشفيتش وهذا الرجل كتب هذا الكتاب بشكل رائع جداً عن تاريخ الكتاب لمن يريد أن يعرف تاريخ الكتاب تاريخ الكتاب إذا أردت أن تدخل فيه فأنت تعرف تاريخ الحضارة يريد أن تدرس تاريخ الحضارة الإنسانية ومنتج العقل البشري في المكتبة الإسكندرية طبعاً هي من أقدم المكتبات لكن في مكتبة مشهورة جداً في تاريخ المكتبات وهي مكتبة أشور بنيبال الملك أشور بنيبال طبعا هذه المنطقة كلها بلاد الرفدين ومصر وكلها منطقة حضارية بالأساس والتالي لا بد أن تجد فيها مكتبات إذا أردت أن تدرس المكتبات تدرس هذه المنطقة لا يوجد غيرها هي المنطقة التي نشأت فيها الحضارات وهي أيضا التي أصلت لعلم يسمى علم المكتبات أو library science الذي ظهر حديثا من 200 سنة فقط لكن إذا أردت أن تؤصل لهذا العلم وتضع له جذور لا بد أن تعود إلى العالم العربي وإلى الحضارة العربية والإسلامية وإلى هذه المنطقة حتى قبل الحضارة العربية والإسلامية فمكتبة أشور بنيبال والحضارات السومرية والبابلية والأشورية هذه من أهم الحضارات التي يستخدم فيها الكتابة المسمارية لنعود إلى الكتابة وكانوا يستخدموا الأدوات هذه الكتابة المسمارية وهذه مهمة جدا نتعود إلى 3000-4000 قبل الميلاد هذه الكتابات مهمة لأعرفنا منها من حمد جلجامش مثلا التي تصور الآن ويصنع منها مسلسلات وروايات ومسرحيات كلها ما زالت إلى موجودة الآن بروعتها منذ ثلاثة أربعة تلاف عام وبالتالي فهي كتابات فكرية أو منجزات فكرية قيمة ونادرة عرفناها من تأريخ الكتابة بالتالي فإذا سردنا المرحلة التاريخية كلها إلى العصر الحديث نريد أن نقسم إلى ثلاثة عصور رئيسية العصر القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث هذا هو تاريخ المكتبات على ثلاثة مراحل أو ثلاثة قطاعات أساسية أو رئيسية هذا تأصيل التاريخي نقسم على ثلاثة مراحل أو ثلاثة عصور أساسية كبار ثلاثة كبار مراحل كبيرة فيها تفاصيل كثيرة لكل مرحلة تؤصل أو توصل إلى المرحلة التي تليها فالمرحلة الأولى العصور القديمة التي ذكرناها والمرحلة الوسيطة وهذه مهمة للغاية وهو العصور الوسطى العصور الوسطى مهمة جدا وفي اعتقد أن العصور الوسطى هي اسمها الوسطى وقد يقول عليها دارك إيجز أو العصور المظلمة طبعا يقصدون بها الأوروبا والتاريخ للغربيين لكن هي جولدين إيجز يقول عليها العصور الزهبية للتاريخ والعصور الزهبية في العالم كله لأنها من بدايتها هي عصور الحضارة الإسلامية لأن من بدايتها عرفنا معنى المكتبات شكل المكتبات ومن هم المكتبيون وأمناء المكتبات ورواتبهم والورقون والعملية أصبحت لها مهنة وعلم وشكل معين وإطار بدأنا نفهم معنى المكتبة يعني البداية الحقية تبدأ من حضارة العربية الإسلامية هي طبعا حضارتها السابقة التي ذكرناها القديمة كانت مراحل بسيطة مراحل ليست فيها الكتابات الكثيرة طبعا ندرة المأدوات ندرة الوسائط التي تكتب عليها كانوا يكتبون على النخاف وهو الحجر الأبيض البسيط الرقيق وعلى الورق البردي وهو مكلف أيضا فكانت الوسائط قليلة والكتابات والإنتاج المعرفي بسيط لكن في الحضارة الإسلامية صار الإنتاج المعرفي غزير وصارت فيه ترجمات وكانت الكتب التي تترجم توزن ذهبا يعني من يحضر كتابا أو يحصل على كتاب كما في عهد المأمون يعني دار الحكمة نعم دار الحكمة تماما فكانوا يوزنون الكتب ذهبا هذا دليل رائع على الاهتمام بالعلم والثقافة والكتاب لكن الاهتمام نراحظه من الحكام كان بالبداية وهذا نراحظه الآن اليوم من الشيخ الدكتور سلطان حفظه الله هذه البدايات تعود مرة أخرى يعني بدايات الحضارة الإسلامية ترتكز على الحكام في أنهم يهتمون بالأسس الحضارية الأولى لها المكتبات لأنها هي المرتكزات الأساسية للحضارات أستاذ ثروة هل بالإمكان أن نعطي أيضا مثلا تحليق حول الدواوين عندما تم إنشاء الدواوين ألا تعتبر أيضا جزء من المكتبات كرصد للرسائل أو الكتب التي تصدر ما بين الولاء والحكم طبعا ممكن اعتبرها ولكن الدواوين أحيانا تكون المكتبات الرسمية لا نعتد بها بشكل كبير عن أنها تعتبر جزء من التراث أو الثقافة الراقية القيمة العلمية الحضارية التي تمثل الحضارة لكن الأدوات الإدارية أو المراسلات الإدارية لا يعتد بها كثيرا في عملية التحقيق والتخليق معرفة جديدة وده مهم جدا نحن نخلق معارف جديدة وده أصلا ظهر في الحضارات عندما نقول حضارات هي الحضارات التي تبني معارف جديدة لأنه من البداية نقول البناية البيانات التي تتحول إلى معلومات تتحول بمعالجتها إلى معرفة نعم إذن فعندنا بيانات وهي تعتبر المادة الخام هذا في علم المكتبات يدرس بس الشكل البيانات هي المادة الخام عندنا بيانات ولكن إذا وقفت كما هي لاست لها معنى عدد أشخاص عشرين ما معنى لا نعرف ولكن إذا عرفنا المعنى أو دورنا هذا المعنى الرقم ووضعناه في سياق معين أصدر لنا معلومة معينة فهنا تحولت البيانات إلى معلومات ممتاز ثم إذا استخدمنا هذه المعلومات مرة أخرى وعالجناها بطريقة أخرى تحولت إلى معرفة جميل من هنا نبدأ أن نعالج المعرفة مرة أخرى لنصل إلى مرحلة تسمى الحكمة وهذه المرحلة الأخيرة أو المرحلة العظمى التي يريدها الإنسان وهو هدف الإنسان الأسمى أن يصل إلى الحكمة لذلك نقول في الحضارة الإسلامية كانت مسميات المكتبات دار الحكمة فدار الحكمة لماذا كانت دائماً الحكمة هي المسمى المشهور أو الإسم الأشهر في مسميات أولاً التي تطلق على المكتبات خزانة الحكمة دار العلم الحكمة دائماً لأن كانت معظمها كانت كتب فلسفية وصول نوع من النضج الفكري لدى الشخص هذه المرحلة العليا في التفكير وهذه المرحلة العليا في التفكير جاءت من علم الفلسفة وعلوم الفلسفة طبعاً من الأول من اليونانيين الذين انتقلوا بكتبهم وبترجماتهم إلى الهارون والهارون رشيد في العصر العباسي الأول عصر الازدهار فكانت الكتب جلها من الكتب الفلسفية فلذلك كانت الفلسفة هي طبعاً هي الفلسفة هي العلم الحكمة يطلق على علم الحكمة وأحياناً أطلق على الحكمة هو علم الطب أيضاً في الطب كان له باع طويل العلماء المسلمين فيه نعم معنى الزهراوي هو أشهر عالم في الطب نعم أشرت إلى المرحلة الثانية وهي كما ذكرت عند الغرب ربما تعتبر مرحلة مظلمة ولكن هي في الحقيقة مرحلة ذهبية كما ذكرت من خلال وجود الحضارة الإسلامية التي طورت كثيراً من نشوع علم المكتبات أو ظهور المكتبات وإبرازها كما فصلت كما ذكرت أعمال بعض الأشخاص الذين بالإمكان أن يقوموا بأدوارهم في هذه المكتبات بعد ذلك بالطبع نقف عند تاريخ مميز جداً في هذا الموضوع وهو 476 ميلادية وهو سقوط الحضارة الرومانية هنا نبدأ المرحلة التي يطلق عليها مرحلة الحصور المظلمة لأوروبا يقابلها بالعكس العصور الزهبية للحضارة الإسلامية طبعاً العصور الزهبية للحضارة الإسلامية هي على فترات هي انتقلت على فترات حسب تاريخ الإسلامي نعم الكتابة لها جذور كما قلنا فيه العصر الجاهلي ثم إلى عصر ما قبل الإسلام وكان المسلمون يعرفون الكتابة وكانوا يعرفون الكتابات الموجودة وكانت أدوات ورقائق الوسائط الموجودة بسيطة للغاية هذه الوسائط هي أيضا كانت لو لاحظنا هي في تاريخ الإمارات الأول عندما نتكلم عن الإمارات ونعود إلى الإمارات سوف نذكر أنها بدأت أيضا بوسائط بسيطة يكتبون عليها في وسائط بسيطة أيضا في التاريخ الأول الإسلامي في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام كانوا يكتبون على الرقاع وعلى الكاغت وعلى الورق الجلود وعلى اللخاف ويقال في صدور الرجال وهو القرآن الكريم طبعا فهذه الأدوات البسيطة كانت معروفة حتى في القرآن الكريم والطور وكتاب مصطور في رق منشور وكان الرق هو المعروف كتاب منشور في كتاب المعروف في القرآن الكريم في رق منشور كتاب مصطور في رق منشور إذن فالمعنى واضح عند العرب وعند المسلمين المادة التي يستخدمونها في الكتابة الوسيطة الذي يكتبون عليه الرق والكاغت طبعا والكاغت يعني الكلمة كلصينية ثم انتقلت للفارسية ثم وصلت إلى العرب المهم في الفترة الحضارة الإسلامية هو مرحلة ظهور وسيط رائع وهو الآن يستخدم وهو الورق لذي نستخدمه هذا الوسيط هو وسيط الحضارة الإسلامية لأنه من غيره لم تكن الحضارة معروفة يعني الحضارة الإسلامية لم نكن نعرف عنها شيء إذا لم يكن هذا الوسيط لأنه يعني هذا الوسيط ساهم في انتشار أو في معرفة الحضارة الإسلامية وانتشرها على ربوع المعبورة كلها في هذا الوقت وطبعا هو في فتح سمر قند وصل من الصين الورق كانت معرقة وأثروا فيها صينيين ثم عرفوا منهم عملية صناعة الورق ومن هنا بدأ الورق يدخل إلى بغداد حتى الورق البغدادي وطبعا منه أنواع السليماني والبغدادي وغيره فالورق البغدادي كان أرقاها وأحسنها وكانوا يستخدمونها في الكتابة ظهرت مهنة رائعة جدا وهي مهنة الورقين الورقين هي مهنة الناشرين الآن بمعناها الحديث الورقين لأنه طبعا من الورق ويكتبون فسموا يبقى الورقين أو الورقون في بغداد طبعا هم أساس الحضارة الإسلامية لأنهم كانوا يكتبون وكانت مهنة وكان لها مقابل مادي وكانت مهنة يمتهنونها الورقين والعلماء أنفسهم يعني يقال أنه علماء كانوا يكتبون بأيديهم فمن العلماء يقول كتبت بإصبعية هاتين ألفين مجلدة بإصبعية كتب ألفين فقط يعني أنه خلاص هو بعد عن الورقين وبدأ يكتب بنفسه إذن ففيه ورقين أنواع وطبعا منهم مشاهير يعني مهنة الورقين كانت مرتبطة بالتدوين أم بصناعة الورق بالتدوين وصناعة الورق طبعا هو الورق لما ظهر ظهرت أداة يستخدمونها في العمل يعني هي الأداة الوسيطة التي يستخدمونها في العمل هو طبعا الورق فطبعا انتشاره بشكل كبير ساعد على انتشار المهنة وعلى زيوعها وعلى ازدهارها فطبعا الورقين من أشهرهم هو محمد بن إسحاق النديم وأشهر واحد يعني أشهر وراق في التاريخ الإسلامي محمد بن إسحاق النديم نعم أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم وطبعا الناس يقولون ابن النديم يعني ينسبون أنه ابن النديم لكن في تحقيق لدكتور أيمن فؤاد سيد أثبت أنه النديم محمد بن إسحاق النديم ويقال أيضا نديم لقب ضيف إليه لأنه نديم الكتب صديق الكتب لأنه كان مفهرسا اللي هو مهنته حاليا المهنة المفهرس ومصنف فكان أيضا مفهرسا هنا بدأت عملية الفهرسة وعملية تسجيل الكتب في دكاكين الكتب أو حوانيت الكتب في هذا الوقت وهو أشهر واحد من الورقين وأصدر كتاب رائع ومعروف طبعا اسمه الفهرست وهو معروف الفهرست للنديم طبعا معروف للمكتبيين وهو كتاب اعتمدنا عليه كثيرا في التأريخ الكتابة وتاريخ الحضارة وتاريخ المسلمين وكل ما وقع تحت يد ابن النديم أو ما وقع تحت النديم من كتب في هذا الوقت يعني كان يسجل كل ما يصدر في الحضارة الإسلامية في هذا الوقت كتب وهو انتهى مني وانتهى منه في 377 الهجرة ماشاء الله فالقرن الرابع الهجري هو قرن الازدهار أو عملية الكتابة ثم تسجيل ما كتب يعني ما يكتب يسجل وهذه مرحلة متقدمة في أنك ليست تكتب مجرد أن تكتب ولكن تسجل ما كتبته هو تسجيل وحصر للمعرفة الإنسانية والمعرفة البشرية في هذا الوقت وطبعا ما بدأ من هذا الوقت وما قبله يعني كل ما وقع تحت يده من كتب سجله في هذا الكتاب المعروف وقسمه إلى تصنيفات وهذا نعرفه أثر على تصنيف المكتبات بعد ذلك يعني مكتبات الآن عندما تصنف على الرفوف بطريقة معينة كان لها جذور هذا ممكن نتطرق إليه لكيف نصنف بهذه الطريقة الحديثة بناء على فكر وتصنيفات كتابات هذا الرجل لأنه كيف صنف المعرفة يعني الكتب الذي يعيش بينها يوميا كيف يصنفها من قبل من علم من قبل علم من كتاب من قبل كتاب من فوضع تصنيفة معينة مقالات وفنون مقالات الطب مقالات الفلك مقالات الزراعة مقالات الصناعة ثم بدأ يقسمها إلى فنون هذه التقسيمات بدأ عليها بعد ذلك المصنفون في المكتبات لذلك جذور علم المكتبات تعود دائما إلى الأسس الأولى للحضارة الإسلامية وإلى ما قدمه المفهرسون والبيبلغرافيون والوراقون في هذه الحضارة ممتاز فكان التصنيف والتصنيف المكتبات مهتمدا على هذا الشكل على هذا الإطار طبعا تطور بعد ذلك وفي الولايات المتحدة في القرن التسع عشر ظهر لنا شخص اسمه ميلفل ديوي هذا الرجل قسم وضع تصنيفا للمكتبات مشهورة الآن اسمه تصنيف ديوي وهذا أي مكتبة تدخل كيف أن تسأل أي من مكتبة ما هو التصنيف الذي تعتمده لك تصنيف ديوي من هو ديوي؟ هو ميلفل ديوي وهذا الرجل أمريكي طبعا وضع تصنيفه المعرفة البشرية بفكرة تعتمد على الأرقام والرموز يعني بدأ بالرقم والرقم ثلاثي من ثلاثة أصفار إلى ثلاثة تسعات هذا كان نوع من أنواع التقسيمات وطبعا لو تكلمنا بالتفصيل بس الفكرة المهمة منه أنه وضعه بناء على التأريخ للحضارة البشرية عموما يعني لماذا وضع مثلا في المكتبة يكون بالقطاع الأول مثلا الفلسفة وعلم النفس لماذا هي في أول المكتبة ليست في المنتصف ليست في النهاية فلماذا هذا الترتيب هل هو بناء على نظرية على منطق معين فعلا هو كان له نظرية أو فكرة معينة فذكر أن لكي أصنف المعرفة البشرية أو أعمل عملية تنظيم للمعرفة البشرية فأسرد الأول أو أدخل في مرحلة تأريخ الإنسان ما هو الشيء الذي فكر فيه الإنسان أولا كانت هي الفلسفة أولا الأديان والفلسفة لأن الإنسان عندما وجد على الأرض فكر لماذا هو موجود ولماذا هذه تعني الفلسفة يعني لماذا دائما تعني فلسفة إذا قلت لماذا في أي شيء معنى ذلك أنك تريد أن تضع له تصورا فلسفيا شميل وإذا قلت كيف فأنت تضع له تصورا معرفيا علميا يعني كيف يعمل هذا الشيء يجيبك العلم لكن لماذا يعمل هذا الشيء تجيبك الفلسفة نعم فلماذا كانت أسئلة متداولة في عقل الإنسان لماذا بدأت الأول قبل الكيفية لماذا ثم ظهرت طبعا معها الأديان والفلسفة وعلم النفس ثم بعد ذلك بعد الديانات ثم اجتمع مع الآخرين من بني قبيلته فأصبحت علوم اجتماعية نعم لذلك في المرحلة الثانية من المكتبة في ترتيبها تجد بعد الفلسفة علوم اجتماعية يا سلام إذا العلوم الاجتماعية مرتبطة بوجود الإنسان وسط قبيلة وسط محيطه فطبعا يتكلم فظهرت اللغة فتجد اللغة بعد العلوم الاجتماعية مع البشر فهذه طبعا لها أرقام يعني 100 100 هي العلوم الفلسفية و200 رقم 200 في المكتبات في تصنيفات المكتبات يعني الديانات جميل ثم 300 طبعا تعني العلوم الاجتماعية ثم 400 تعني اللغات لأنه استخدمها ثم 500 وهي العلوم البحدة والرياضيات والفلك لأنه طبعا بعد ما تعامل مع بني جلدتي وجنسي أداء الإنسان طبعا وهي يفكر بطريقة تاريخية تاريخ الفكر الإنساني نعم فاستخدم العلوم ثم بعد ذلك العلوم التطبيقية ليستخدام بقى النار والاكتشافات بالتتالي ما شاء الله ثم بعد ذلك الفنون يعني بعد الإنسان ما اكتشف حاجته الشخصية والنار وتكنولوجي يعني هو بدأ صنف على مراحل مراحل تطور الإنسان مراحل تطور الفكر البشري على مدار التاريخ كله فعاد إلى الفنون في 700 رقم 700 إلى الفنون ثم انتقل إلى الأداب أيضا طبعا الفنون هو لاحظ أن الإنسان استخدم الرسومات والرقص والعمل كل ما يتعلق بالفنون والمسرح والأدب كلها في الفنون والأداب مرتبطة من بعض وهناك من عابوا بعد ذلك من علماء المكتبات يعني عليها ديوي أنه فصل اللغة عن الأدب نعم بينما تصنيف آخر ظهر بعد ذلك وهو تصنيف مكتبة الكونجرس الأمريكي وهي مكتبة الكونجرس طبعا معروفة مكتبة الكونجرس في 1800 تم إنشاءه نعم مكتبة الكونجرس وجدت أن تصنيف ديوي بسيط لا يلبي أو لا يغطي ما تحتويه مكتبة الكونجرس من حوالي 176 مادة فطبعا ضخمة للغاية وتتضمن كل أشكال المعرفة البشرية ومستوى العالم وتصنيف ديوي على هذا التقسيم ضعيف لا يلبي التقسيمات الفرعية الدقيقة داخل كل موضوع نعم فصنعوا تصنيفا آخر وهو تصنيف مكتبة الكونجرس وسمي بهذا الاسم ونحن نستخدمه مكتبة جامعة الشارق شبيل يعني مكتبة جامعة الشارق تستخدم تصنيف مكتبة الكونجرس لسبب أننا نقتني مكتبات مكتنيات وكتب ومصادر دقيقة معرفية في موضوعاتها الأكاديمية البحثية وبالتالي ديوي لن يضع لنا الكتاب في موضوعها على الرف في مكانه دقيق فطبعا اشتركنا في تصنيف مكتبة الكونجرس وبرنامج طبعا نشترك فيه ونستعين به في تصنيفات لهذه الموضوعات لأن هذه الموضوعات موجودة بمكتبة الكونجرس ستروت قبل أن ندخل إلى المكتبات في الإمارات وفي الشارقة لكن أرد أن أستفسر حوله كيف أثر مثلا ابن النديم أو محمد بن إسحاق النديم على المكتبة وتصنيفها في الوقت الراهن بدأت الفكرة في التصنيف أولا عرفنا أننا عملية التصنيف أصلا يعني هو أثر من ناحية أن يكون هناك في تصنيف في تصنيف وفي حنين بن إسحاق أيضا يعني في مجموعة من الوراقين يشتغلوا على التصنيفات والتصنيفات المعرفة مختلفة لكن نقول بدايات من هذا الرجل يعني بدايات التصنيفات بهذا الشكل طبعا كان في تصنيفات أخرى غير دقيقة يعني تصنيفات الأحجام والأشكال لا تلب تصنيفات الموضوع يعني تصنيف الموضوع هذا من أهم التصنيفات أو الفكرة التصنيف الموضوعي أن يكون أصنف الكتب على موضوعها جميل ليس على شكلها وطولها وعرضها وألوانها فهذا تصنيف بسيط طبعا مسطح لكن الفكر البشري راقي جدا ومعقد وهذا ما ساهم فيه ما ساهم في التصنيف الموضوعي أن وضع لنا تصنيفا موضوعيا جميل جدا إذا ما ذهبنا الآن إلى المكتبات في الإمارات ونشوئها كيف بدأ نشوء المكتبات أو كيف انطلق وجود هذه المكتبات هنا في المنطقة طبعا المنطقة تأثرات بما حولها هناك نظرية تسببت فيها بعد ذلك عملية الاستعمار والغزو البرتغالي والهولندي لهذه منطقة الخليج بالتحديد النظرية تقول من يحتل أو من يسيطر على منطقة البحر المتوسط وجنوبها يحتل العالم أو يسيطر على العالم فكانت دائما مطمع وأيضا نذكر بالخير الشيخ دكتور سلطان وضح هذه النقطة قال أن لماذا تم الاستعمار بهذا الشكل ما هو الأساس ما هو القلفية التي أدت لهذا الاستعمار ما هو السبب في مطامع هذه الدول في منطقة الخليج فذكر أنه يعود إلى فتح القسطنطينية وكان السبب في هذه التأثيرات التي طمت على هذه المنطقة عندما فتحت القسطنطينية تأثرت هذه المنطقة بمحاولات الدخول فيها دائما كان عندهم أطماع بسبب هذا الفتح وهذا الفتح كان مؤثر جدا في التاريخ البشري والتاريخ الحضارات فانتقلوا إلى هذه المنطقة طبعا لأنها وسيطة ومنطقة الجنوب كما قلنا من بحر المتوسط هذه المنطقة تأثرت وطبعا الإمارات مهمة جدا في هذه المنطقة تأثرت بهذه العوامل السياسية وكما قلت أن المكتبات تزدهر في وجود التنوير والاستقرار السياسي والاقتصادي تزدهر المكتبات بشكل كبير جدا في مرحلة التنوير الفكري والثقافي والاقتصادي وبالعكس وهذا لاحظناه في التاريخ تتدمر المكتبات بتدمير الحضارات وتتدمر الحضارات مع تدمير المكتبات كما في الغزو التتاري والمغولي نعم التتاري والمغولي بغداد وهذا بدأت المرحلة انهيار الحضارة بهذا الشكل وهو عملية الغزوات والمطامع والقلائل والنزاعات والصراعات والأنصرية المذهبية والأنصرية الفكرية والقبلية كل هذا تسببت في تدمير الحضارات ومعها طبعا بطبيعة الحال المكتبات وهي أول مكان يقصده كل مستعمر كل واحد يريد أن يحتل مكان معين ويسيطر عليه بشكل كبير لأنه هذا الفكر هو منبع الفكر فإذا كان هذا الفكر راقي جدا يصعب اقتراقه يعني صبع يصعب أن أنت تحتل هذا المكان إذا كان أصحابه أصحاب ثقافة عالية وأصحاب فكر راقي وعالي ومن هنا بدأت فكرة مقاومة الاستعمار كيف نقاوم الاستعمار بهذا الشكل نقاوم الاستعمار بالحضارة والحضارة بالمكتبات وبالكتاب وبالثقافة وعندما انتقل لنقول الرجال العمال في هذا الوقت طبعا من منطقة الخليج للسفر إلى الهند ورؤية أو مشاهدة التطور الذي كان موجود بالهند وإنجلترا وهولندا لاحظوا أن هذا التطور مرتبط بالتعليم مرتبط بالثقافة مرتبط بالحضارة مرتبط بالمكتبات فمقاومة هذا الغزو ومقاومة هذا المستعمر لا بد أن يأتي بالكتاب ولا بد أن يبدأ بالتعليم ولا بد أن يبدأ بالثقافة من هنا كان هذا الفكر الراقي في أصحاب هذه المنطقة وتحديدا طبعا أمان والإمارات والكويت ومنطقة الخليج عموما بدأت عملية المقاومة بعملية الارتقاء الفكري والحضاري لذلك إذا أردنا أن ندرس تاريخ المكتبات في هذه المنطقة لابد أن نعود إلى التعليم لأن التعليم هو المفتاح الأول للثقافة والمفتاح الأول للمكتبات وتعليم بالذات والمدارس التي أنشأت في هذه الفترة ما يميز مرحلة الاتصال والاتصال العلمي في الإمارات وجود حكام مستنيرين وهذه أهم شيء حكام مستنيرين ويعرفون أهمية الثقافة وأهمية الكتاب وده أهم شيء كما قلنا في هارون الرشيد من البدايات الأولى فأول شيء كان الحكام ثم رجال الأعمال اللي هم أصحاب النفوذ الاقتصادي أيضا تحركوا وموجودين إلى الآن أيضا وكانوا أنشأوا المدارس وأنشأوا المطاوعة كانت البدايات الأولى في التعليم الكتاتيب لكن المطاوعة المشهورة طبعا هو المطاوعة هو المادة التي تدرس أو التي تلقى في المكان هي متعلقة بالكوران الكريم والثقافة الإسلامية بالتحديد وهذا يعود بنا أيضا إلى المصادر التي كانت موجودة من الكتب ما هي كانت الكتب نوعيات هذه الكتب كانت معظمها كتب طبعا دينية ويقال أن من أشهر الكتب التي طبعت بعد القرآن الكريم طبعا كتاب صحيح البخاري ومسلم ورياض الصالحين هذا الكتاب من أشهر الكتب أو من أغزر الكتب التي طبعت كان من أشهر الكتب التي موجودة في هذه المنطقة أيضا وطبعا الفقه والفقه الحنبلي والفقه المالكي وغيرها من الكتب الدينية وكتب من الشعر العربي الفصيح والشعر النبطي هذه كانت أنواع من المصادر المعرفية التي كانوا يتلقونها وأيضا كتب بسيطة ولكن في الطب والعقاقير واستخدام العقاقير بالتحديد فمرتبط كل ذلك بالمدارس ارتبط بإنشاء مدرسة معينة والمدرسة عندما أردنا أن نؤرخ لتاريخ المكتبات في الإمارات سوف نبدأ بالشارقة الشارقة هي الإمارة التي نبدأ فيها بتاريخ المكتبات في الإمارات أو منطقة الإمارات تحدثها حكم وجود أول مدرسة يعني؟ حكم أول مدرسة والاهتمام لأن كانت فكرة مدرسة أو مكتبة هي كانت مكتبة عامة يعني إذا أنشأ رجل أعمال أو رجل اقتصادي كبير هذه المكتبة أو هذه المدرسة فكانت للكل كانت لجميع لكل المنطقة أصلا كانت تعتبر أنها مكتبة عامة للجميع بمفهوم أكبر من مفهوم الآن للمكتبة العامة يعني مكتبة العامة الآن صحيح هي للعامة للجمهور ولكن هي كانت من قبل عامة لكل المنطقة وليست إمارة واحدة فقط لكن كانت للكل وبالتالي فعملية الإنشاء للمدارس كانت أهم خطوة لعملية التعليم وظهور المكتبات في الإمارات طبعا من أشهرها المكتبة التيمية في عام 1907 مكتبة التيمية المحمودية طبعا التيمية لابن تيمية والمحمودية المحمود هو الذي أنشأها فكان من 1907 يعني تاريخ مبكر لذلك من يريد أن يؤرخ للمكتبات يبدأ بالفترة التي ما قبل الاتحاد والفترة التي ما بعد الاتحاد فترة ما قبل الاتحاد يعني من 1900 نبدأ في التاريخ من هذه الفترة من 1900 إلى 1900 وانتقر إلى 1960 ثم بعد ذلك طبعا قيام الاتحاد 1971 فهذه المرحلة الأولى المبكرة نبدأها من 1900 من بداية الأولى من 1907 إلى ظهور المكتبة القاسمية ومكتبة الإصلاح والكتبة القاسمية في عام 1925 أيضا المكتبة التي كانت في الحصن للشيخ سلطان بن سقر سلطان بن سقر أيضا تعود لحاكم أيضا تبدأ بالحاكم المرحلة هذه أيضا هذه المكتبة أثرت بشكل كبير في صاحب السمو الحاكم أعتقد عندما كان يزور هذه المكتبة ويقرأ منها لذلك أنا أقول أن إبراهيم المدفع لديب هو أول أمين مكتبة في هذه الفترة ونقول أنه أول أمين مكتبة في الإمارات جميل إذا أرقنا لهذه الوظيفة ونأم الكتبات وكان إبراهيم المدفع لديب مشهور جدا أنه هو أول أمين مكتبة لأنه استلم هذه المكتبة كيف ذلك؟ هو أخذ المكتبة واعتنى فيها وبدأ ينميها بالكتب والمصادر حتى وقالوا أنها 400 كتاب بدأت بهذا الشكل ثم استلمها الشيخ سلطان بن سقر وعينه مسؤولا عنها لأنه كان يعرف كل تفاصيلها يعرف كل شيء عنها ثم توارثها بعد ذلك الحكام إلى الشيخ سلطان حفظه الله سلطان محمد القاسمي وهو الذي نقلها بعد ذلك إلى الأماكن التي اختلفت بعد ذلك إلى المدينة الجامعية ثم قبل ذلك في الحصن والمدينة الجامعية عند جامعة الشارقة ثم انتقلت إلى ميدان الثقافة في 2011 وهي المكتبة العامة كانت تتبع الوزارة ثم استقلت إلى تتبع الشارقة فطبعا المكتبة العامة إذا تكلمنا عنها مكتبة الشارقة العامة هي من أشهر ومن أرقى ومن أقوى المكتبات العامة في الإمارات ويمكن في منطقة الخليج كمان هي تعتبر من أهم المكتبات العامة الآن مكتبة الشارقة العامة من أهم المكتبات الآن لأنها تتضمن الآن 700 ألف كتاب فهذه مكتبة تعتبر تقارب المليون فالمكتبة العامة تقتني من معرض الشارقة معرض الشارقة هو ظاهرة أصلا الثالث معرض على المستوى العالم وهو ظاهرة رائعة طبعا فتقتني مكتبة الشارقة منهم بشرة فتخيل فطبعا المكتبات تنمو بشكل كبير جدا وهذا يعود بنا إلى نظرية لواحد معروف جدا في علم المكتبات اسم رانجانا سان هذا الرجل الهندي وضع خمسة قوانين في علم المكتبات قال أن الكتب أو القوانين أو الكتب للاستخدام وليس عدم الاستخدام يعني إذا وجدت كتب فلابد أن تستخدم وهذا أول قانون وضعه الكتب للاستخدام ثم قال أن لكل كتاب قارئ يعني كل كتاب معين يعني مثلا أنت في بالك وتشتري كتاب تقول من هيقرأه لا هو وضع فكرة أن لكل كتاب قارئه سوف يصل إليه ولكل قارئ كتاب وهذه أيضا عكسية عملية عكسية ثم وضع أن القاعدة الرابعة وفر وقت القارئ هذا مهم جدا وقت القارئ ثم القاعدة الخامسة وهي مهمة وهي أن المكتبة كائن حي متنامي يسعني بهذا الشكل وبالتالي المكتبة ليست عبارة عن جدران فقط وكتب فقط ولكن هي كائن حي يتنامى أو كائن يتنامى أو يتطور بشكل كبير وهو ما نلاحظناه في تاريخ المكتبات هو أيضا المكتبات تشعر أنها إنسان يتطور وينمو بشكل كبير مع تطور عن الفكر والحضارة وتزداد المساحة طبعا المكتبات لما زادت المساحة أتت فكرة مقابلة وهي عملية توفير المساحة بالعصر الحديث ظهرت فكرة الكتب الرقمية والنشر الإلكتروني وهي طبعا هاجس كبير جدا ومهم وقضية أصلا تناقش في منتديات وفي مجالس أخرى طويلة ونقاش ومناوشات بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي ومن سيسيطر ومن سيغزو الآخر وذين المناوشات طبعا إذا شفنا الورق إلى الآن يعني الورق منذ اختراعه أو منذ وجوده إلى الآن ما زال مستخدم كوسيط فهنا نتكلم عن اختلاف وسيط فقط لكن يهمنا اختلاف الوسيط لا يهمنا المحتوى لأننا أمام محتوى صناعة محتوى ومعالجة محتوى وبس محتوى فأهم شيء هو صناعة المحتوى وهذه مشكلة كبيرة جدا نتكلم عنها المحتوى العربي الرقمي المحتوى العربي على الإنترنت ما هو وجودته وقيمته فلهمنا جدا المحتوى ثم الوسائل الاتصال التكنولوجي هي التي تعالج بس المعلومات أو بس هذا المحتوى ومنها المكتبات هي التي تبس هذا المحتوى فإذا كان هذا المحتوى راقي وقيم وهدفه إصلاح المجتمع وإصلاح الناس تساعد المكتبات على بسه ونشره طبعا بمساعدة النشرين والطباعة وغيرها طبعا النشرين الآن اللي هم كانوا الورقين فطبعا عملية البس هذه يدبها أو يليها أو معها بالأحرى عملية معالجة والمعالجة تحتاج إلى برامج معينة تعالج النصوص وتعالج المحتوى بشكل معين لتوفير الوصول وتوفير الإتاحة له بسهولة من جانب المستفيدين طيب ستروت إذا ما تحدثنا عن هذا الجانب المرتبط بالشارقة والمكتبات وأشرت كيف أن مكتبة الشارقة تعتبر من أهم المكتبات ليس فقط على مستوى الإمارات وإنما حتى على مستوى الخليج لما تحتويه من عنوين مختلفة وأيضا إضافة إلى وجود النسخة الإلكترونية التي توفرت من خلال تعاقدات عالمية مع دور نشر عالمي وأيضا دعنا نقول مخازن الإلكترونية للعناوين يتم من خلال توفيرها من خلال مكتبة الشارقة كيف يعني بما أنك أيضا محكم وضمن إطار جائزة جائزة الألفة جائزة الإفلة الإفلة عفوا أعتقد أنك يعني تمتلك فكرة كيف ساهمت المكتبات في أن تلال الشارقة لقب عاصمة عالمية للكتاب أولا نهني أنفسنا ونهني العالم العربي ونهني الشارقة وحاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسم يحفظه الله بهذا الإنجاز إنجاز رائع طبعا هو حصيلة إنجازات أخرى سبقته يعني الشارقة ليس بجديد عليها هذا الموضوع حصلت على عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الثقافة الإسلامية وعاصمة السياحة العربية وعاصمة دائمة للمسرح فالجوائز لا تعد ولا تحصل للشارقة الحمد لله وبالتالي هذا الإنجاز الأخير وأن تكون الشارقة عاصمة عالمية للكتاب ليس بغريب وهو طبعا إنجاز وافق آله ويمستحق بشكل كبير وينضم أو يضاف إلى منجزات الشارقة بشكل عام هذا المنجز أو هذا المعنى من الجائزة هي تضع إطارا أو تضع تصورا أو تفسيرا لما يحدث على مدار 40 عام من مشروع الشارقة الثقافي يعني هو الخلاصة وهو الجائزة الكبرى لهذا العمل الضخم على مدار 40 عاما وكان لي بحث عن هذا الموضوع عن مشروع الشارقة الثقافي وتتبع المنجزات التي تمت خلال 40 عاما لهذا المشروع الذي يرتكز على الثقافة العربية والإسلامية وعلى الحضارة العربية والإسلامية بشكل كبير وعلى اللغة العربية وترقيتها ورقي الإنسان بها واحتمل الشيخ طبعا السلطان بهذا المعنى هو كان أساس هذه الجائزة طبعا كان هناك معايير لهذه الجائزة طبعا من منظمة الإفلا ومنظمة اليونسكو ومنظمة الإفلا ومنظمتان دوليتان معرفتان يعني في عالم المكتبات وعالم الثقافة واختارت الشارقة بناء على ما قدمته الشارقة في الحضارة أو في المنجزة الثقافية الذي قدمته في الإمارات وأيضا للحضارة أو للثقافة العربية عموما طبعا فتم عملية استقصاء للمنجزات أو للمشروعات والمبادرات التي تمت طبعا من الترائف أن الدكتور سلطان حفظه الله ذكر أنه قدمها أو الإمارة قدمت لهذه الجائزة ثمان مرات صحيح وفي المرة التاسعة تم الحصول على الجائزة معنى ذلك أن فيه مسابرة وأن النتيجة جاءت على إسرار نعم إسرار وأنها جاءت عن يقين وعن اقتناع تام من لجنة اليونسكو والإفلة بما قدمته الشارقة لو لا زالك كانت وافقت من أول مرة مثلا لو كان تكريما أو شيء ولكنه كان فعلا عن ما قدمته الشارقة في منجزها الثقافية أو في مشروعها الثقافية النهضوي في هذا المشروع تم رصد معرفة المبادرات التي قامت بها الشارقة وطبعا من مشاريع مختلفة طبعا أولهم معرض الشارقة للكتاب طبعا هذا المعرض حاز على الدرجة الثالثة على المعرض العالم نتيجة أمور كثيرة جدا بكل تأكيد طبعا الناشرين والعددهم والزائرين لهذا المعرض الملايين الذين يزورون المعرض سنويا والدعم الكبير من الشيخ سلطان حفظ الله لهذا المعرض وبعد ذلك طبعا من المعرض في مؤسسات مؤسسات منها المكتبات وهذه كانت رقم اثنين أو يمكن واحد كمان لأنها طبعا هي المستودع لما ينتج من النشر وبالتالي كانت علاقة وثيقة جدا ما بينها وبين معرض الشارقة للكتاب والمكتبات تم حصرها تم عدد المكتبات أو يعني معرفة المكتبات القيمة أو الكبرى في أمارة الشارقة التي تدعم وفروعها وما تحتويه وما النشاطات التي تقدمها والمسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها على أكمل وجه يعني مكتبة الشارقة العامة لو دخلنا في تفاصيلها حيث أنها مكتبة من المكتبات الراقية أو المكتبات التي تقف في مصف المكتبات على مستوى العالم بكل تأكيد الآن بخدماتها المتنوعة التقليدية والرقمية أيضا ومستوضاعها الرقمي وما يوزن المكتبة الشارقة العامة أنها فيها أفكار إبداعية كل فكرة إبداعية تظهر مباشرة تطبقها يعني فيه فكرة رائعة جدا اسمها Human Library أو يعني المكتبة البشرية مكتبة البشرية اسم غريب ولكن لما شفنا الفكرة يعني عملية كيف تنفزها لأنها استغربنا جدا من الفكرة يعني المكتبة عبراتة من كتب طبعا ومصادر لكن إذا كانت هذه الكتب بها بشر يعني إذا أردت أنا أعرف أنا مستفيد دخلت المكتبة أعرف مثلا تاريخ الكتابة طبعا أول شيء أروح للكتب هي تدلنا على تاريخ الكتابة طيب لو كان موجود سروة أو موجود شخص متخصص في تاريخ الكتابة بالمكتبة أو أستدعية فيحكي لي تاريخ المكتبة هذا الشيء متاح كيف ذلك يعني إذا أنت محتاج مثلا طبعا إذا مجموعة من المستفيدين احتاجوا مجموعة من الأفكار أو احتاجوا معرفة أشياء معينة لا يعرفونها مثلا حابب يدرس شيء معين مش عارف يدرسه أو أنه كيف يكتب بسي في مثلا مثلا يعني كطلبة إذا أرادوا دخول المكتبة طبعا يحتاج يبحث عن كتاب لكيفية كتابة السيرة الزاتية استبدلنا الكتاب بشخص احترافي محترف خبير هو الذي يعطيق الخلاصة يقوم بعمل دورة مثلا أو يقوم مع الناس في دورة محاضرة طبعا هي بناء على طلب محاضرة عن موضوع كذا بدلا من الكتاب يعني الخبرة هنا خبرة بشرية أو المكتبة هنا صارت كتاب بشري أو أصبحت مكتبة بشرية فدعنا نقول يعني المكتبات ساهمت بشكل كبير في الشارقة في دعم حصولها على واحدة من المبادرات الإبداعية في متحف الشارقة نعم ومتاحف أيضا يعني احنا حضرت 17 متحف في الشارقة فقط 17 متحف عدد كبير جدا طبعا أنك تبحث متحف للخط فقط ما شاء الله متحف للحضارة الإسلامية متحف للسيارات متحف متاحف كثيرة جدا يعني في إمارة الشارقة ف17 متحف مع المكتبات الموجودة مع المؤسسات الثقافية مع جامعة الشارقة طبعا المؤسسة العريقة يعني المكتبة الشارقة التي تعمل بها مكتبة طبعا رائعة ومكتبة الشارقة بإضافة لمكتبة الشارقة ومكتبة الجامعة الأمريكية في الشارقة فالمكتبات لا تعد ولا تحصى كملت هذا الملف نعم كملت الملف بالمؤسسات وبالأشخاص وبالمبادرات والمشروعات نعم أنا شكرك جزيلا شكر ساتر ثروة العليمي وأنت المفهرس والمصنف بمكتبة جامعة الشارقة وكذلك عفوا الحائز مرتين على جائزة الأدب المكتبي شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المثرية حول المكتبات بشكل عام وتاريخ الكتابة والمكتبات وأيضا عندما عرجت على المكتبات في الإمارات وخاصة المكتبة التي وجدت أول ما وجدت هنا في الإمارات في الشارقة وكيف تطورت بعد ذلك المكتبات هنا في الشارقة وفي الإمارات شكرا جزيلا لك استاذ تروت على هذه الحلقة وشكر أيضا موصول لمشاهدين الكرام على متابعتهم لنا في هذه الحلقة دمتم برعات الله ونلتقيكم في حلقة مقبلة إلى اللقاء شكرا جزيلا لك